اشتركوا في القناة اتمام عملية التسجيل إلكترونيا حيث سيتم التواصل مع المسجلين عبر إرسال رسالة النصية على رقم الاتصال المسجل بالموقع الإلكتروني لتحديد موعد ومكان تلقي الجرعة الأولى من التطعيم وثمنت الوزارة مبادرات المجتمع البحريني وما يبديه من حس مسؤول بالتجاوب مع الحملة الوطنية للتطعيم ووعي عال بأهميتها في حفظ سلامة الفرد والأسرة والمجتمع وشددت وزارة الصحة تأكيد على كفاءة ومؤمونية التطعيم لفتة إلى أن مملكة البحرين قد أجازت الاستخدام الطارئ لتطعيم سبوتنيك في ثبراير 2021 والذي ينتجه مركز جماليا القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي حيث تبلغ نسبة فاعليته 91.6% وأصبح أحد التطعيمات المتاحة لجميع المواطنين والمقيمين بشكل مجاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر